المشكلة 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 هل معنى التسلّف يقول لك على طريقة السلّف هو سلفي هل معنى التسلّف ما نرى ونسمع أو بعض ما نرى ونسمع أم هذا هو التسلّف من أراد أن يكون سلفيّا فلتكن لديه مثل هذه الخلائق هذا هو معنى أن تكون كالصحابة أو تحاول طبعا مستحيل أن تكون مثلهم لكن تحاول أن تقتدي بالصحابة والتابعين ليس والله في تطوير اللحى يا أخواني والجلاليب والمساويك والله ليس في هذا في هذا تماما هذا الذي جعلهم عظم الناس وأشرف الناس وأكرم الناس وأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى هذه المعاني حصر معنى التسلف أيها الإخوة في بعض الزخارف وفي بعض القشور هدر لإنسانية هؤلاء العظماء تقزيم لإنسانيتهم لم يكونوا أقزاما كانوا فعلا أهرامات كانوا شوامخ بهذه الإنسانية بهذا الفهم للدين حديث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الذي يقول فيه لأصحابي ألا أخبركم بشراركم شر المسلمين من هم الضيقون الذين لا يتسعون ضيقون أنانيون قالوا بل يا رسول الله قال الذي يأكل وحدا لا يضيف أحدا لو يحب أن يأكل معه من طعامه أو يصيب من طعامه أحد لي يقول لك لي يعبد الأنا فقط كل شيء لي وعندي وبي وأنا شيء مقلق ومقرف نعم صداقة تشمعز النفس من هذا الإنسان الذي يأكل وحدا ويجلد عبده قاس قاس ليس عنده رحمة لا يشعر بالآخرين طبعا وين يشعر قاسي يجلد عبده ويمنع رفده لا يعطي أحدا شيئا ليس لحكاية قد الأكل فقط لا نعم أي شيء آخر يمنع رفده لا يعين ما يبض بقال قال هذا شر المسلمين هذا شر المسلمين ثم أخبرهم بمن هو شر منه الذين لا يقبلون معذرا ولا يقيلون عثرا إذا اخطعت في حقه ثم جئت تعتذر لم يقبل منك إذا عثرت لم يشتر عليك لم يمشها لم يغضي يقول عذر عذر أرأيتم كيف عثر أرأيتم فضيحته ماذا فعل ماذا قيل فيه الله 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 ما هذا والعياذ بالله شرير روح شيطانية ملهم شيطانيا وليس رحمانيا فمعنى الاتساع لابد أن نتسع يا إخواني لابد أن نبني ثقافة اتساع لابد أن نحدد ديننا طبعا الدين غير التدين أنا أقصد التدين طبعا حين أتكلم عن الدين بهذه الطريقة أقصد التدين يعني طريقة فهمنا وتعاطينا مع الدين الدين النص الدين في مستوى النصوصي لابد أيها الإخوة وأن نحدد تديننا بهذه الطريقة الاتساعية الإيجابية بعد ذلك المقابلة تأتي من تلقائها وهي فاعلة جدا في ميدان التربية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك إذا حددت تدين على أنه هذا الاتساع الجود الكرم التسامح أيها الإخوة المحبة كل معنى الاتساع وهي كثيرة جدا ثم وبعد ذلك رأى طفلك وابنك صديقا له يقص على الآخر سيقول له أنت مسلم هذا دينك مقابلة جيدة جدا هكذا مش بلا لحية يقول له أنت مسلم كنا نضع بلا لحية هو مسلم جيد جدا أيضا ليس شيئا خطيرا لكن أن يقصوا على عباد الله أن نذكره هل أنت مسلم؟ الإسلام لا يكون هكذا الإسلام رحمة إنسان متعنت متعصب متعصب أيها الإخوة بالباطل أيضا لأنه متعصب يتعصب لطائفته لشيخه لحزبي لجماعاته لأهل بلده وبالباطل ولا يمكن أن يرى أخطاؤهم ونقائصهم لكن يرى القذاء في عيون الآخرين ممن يعدهم أخصاما قذاء يراها ويجعل الحب قب لكن الجذع كما قال السيد المسيح عليه السلام في عين طائفته في عين شيخه في عين إخواني لا يرى عادي والله أكثر من جذع والله فضائح وبوائق وعظائم لا يحبو أن يرى عادي عادي أحيانا فضائح يخجل منها الإنسان العادي غير المسلم يخجل منها يقول لك تطور الرجل متطور يفعل هذا يفعل هذا المتقدم شيء عجيب شيء لا أخلاقي بالمرة بالمرة يقبلون تعصب لا يمكن أن يكون المسلم كذلك المسلم عادل إن ربي على صراط مستقيم لماذا؟ لماذا توكل عليه النبي الصالح توكل عليه قال هو حري لا إله إلا هو هو قمين وخليق بأن يتوكل عليه لماذا؟ لأنه على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم كيف؟ يعني أنا توكل عليه لأنه على صراط مستقيم ما مع هذه الآية من سورة هود معنى هذه الآية أن الله حقيق وهو الحق لا إله إلا هو ولا أحق منه بأن يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه ويعتمد عليه ويوثق به الثقة المطلقة لأنه على خطة عدل دائما لا إله إلا هو لا يتحيف لا يظلم الله لا يمكن أن يظلم كافرا لصالح مسلم يقول لك أنت مسلم لا يوجد مشكلة هذا كافر كلهم عباده كلهم عبيده حسابهم على كفرهم وإيمانهم في الآخر انتبه وبعض يُعجل في الدنيا والعدل عدلهم في المسلم وفي الكافر وفي الملحد في كل أحد فإن ربي على صراط مستقيم إذن في العباد إذا أردت أن أضع ثقتي بأحد من هو؟ من أجدر الناس أحق الناس أن أضع ثقتي به العادل الذي يحكم ولو على نفسه يقول أنا أولى بالملام أنا البادر أنا الذي أخطأ أنا الذي تجاوز تحدي هذا أثق به هذا أتخذه سندا وأخا وحرزا وكنزا وإلا لا عدل لا ثقة لا ثقة إن ربي على صراط مستقيم إذن هذا الاتساع هذا الاتساع في المقابل أيها الإخوة ذاكم الضيق ذاكم الضيق فعلاً الذي تضيق النفس حتى عند سماعه فضلاً عن استعراض مفرداته ترجمة نانسي قنقر